والفيديو الان يا جماعة عن كيف يعمل كشف المعادن. بداية صديقة السلام عليكم. انا عبدالرقوف عماد من قناة عبدالرقوف تسعة وتمانين على اليوتيوب. وحضرتك دلوقتي بتابع قناة عبدالرقوف تسعة وتمانين. لو اول مرة حاجة شوفنا ممكن تدعمنا بالانتساب للقناة من خلال ميزة التشكرات. واعمل لايك وشير وفيد اي حد بمعلومة. ودعم محتوانة لان محتوانة يستحق الدعم. بيعمل كشف المعادن يا جماعة عن طريق استخدام التأثير الكهرومغناطيسي. حيث بيتم ارسال اشارة كهرومغناطيسية عن طريق الملف الكهربائي الموجود في جهاز الكشف. عندي ملف كهرائي بيخرج مجال كهرومغناطيسي. وبتتأثر هذه الاشارة بالمعادن الموجودة في الارض او في الاشياء المختلفة. اي معدن موجود بتتأثر بالموجات دي. في حالة وجود معدن بالقرب من جهاز الكشف. تتأثر اشارة كهرومغناطيسية المرسلة من الملف الكهربائي بالمعدن وبيتم استقبال هذه الاشارة من خلال ملف الكهربائي الثاني الموجود في الجهاز. يبقى في ملف بيرسل وفي ملف بيستقبل. وبعدين بيتم بتحويل الاشارة اللي هي مستقبلة ديت الى اشارة صوتية او بصارية تشير الى وجود معدن. وبتختلف حساسية كشف المعدن من جهاز لاخر. ويمكن تعديل حساسية الجهاز وفقا لنوع المعدن المراد الكشف عنه وحجمه وعمقه. ويتم استخدام كشفات المعدن في العديد من التطبيقات مثل البحث عن الاثار الاثرية والمعدن في المناجم وفي البناء وغيرها من التطبيقات. ارجو يكون الفكرة واضحة لحضرتك. لو حلالك استفادت لايك وشيره لأول مرة حلالك شوفنا سبسكرايب في القناة. اشوفكم على خير. كان معكم كلا عادة عبد الروف عمال من قناة عبد الروف تسعة من على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.